لقد مثلت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام اثنين وستين ميلاديا فتحا كبيرا في حياة شعبنا وتاريخه الحديث منذ اعلان الجمهورية في اليمن كمشروع سياسي واجتماعي واقتصادي لثورة سبتمبر واكتوبر ظل سؤال اين الجمهورية هو الحاضر الابرز في القطاعات الشعبية الواسعة التي عاشت خيبة امل جمهوري منذ اللحظات التي تم فيها توجيه الرصاص الى قلب الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي من بين كل جمهوريات العربية التي تخلقت في منتصف القرن مر المشروع الجمهوري في اليمن بالعديد من التحولات في الشمال والجنوب من بينها الحركات التصحيحية والانقلابات التي كانت تعيد انتاج خيوط الظلام الامامي تحت ثوب الجمهورية أحييكم تحية الثورة والجمهورية تحية الفرية والديمقراطية صالح الذي كان يتغنى بالجمهورية ليلة نهار ويقدم نفسه كسبتمبري أطلق على نفسه صفة تيسي الضباط وذهبت شبكاته تردد المرويات التي تقول انه كان من أطال حصار السبعين ولا يزال المعطف الذي ارتداه ايام الكفاح الجمهوري معلقا في غرفة ذكرياته الجمهورية الواقع الجمهوري منذ اللحظة التي جلس فيها تيس الضباط على الكرسي كان يشهد خروجا تدريجيا للمشروع الجمهوري من جدول أعمال التاريخ وبات الذي وصل السلطة باسم الشعب يقول الكرسي من نار ويلوح بالحرب كلما طالب الشعب بالتغيير بحسب متابعين فإن سنوات حكم صالح كانت السنوات الذهبية لللوبي الإمامي الذي كان ينسج الخيوط لوضع الحبل في رقبة النظام الجمهوري الذي أفرغه المخلوع من مضمونه وابقى عليه كشكل خالم من المضامن الاجتماعية والاقتصادية وأهمها إزالة الفوارق بين الطبقات لم يقتصر الأمر على إفراغ الجمهورية من رؤيتها وأهدافها بل وصل الأمر إلى الضرب على عظام الجمهورية إذا ما تعلق الأمر بالذاكرة الجمهورية والمعالم الجمهورية التي تم تمسها بشكل قاس وممنهج من تغييب رموز سبتمبر إلى إخفاء دبابة المارد الجمهوري من ميدان التحرير الرئيس الصالح، جمعية الصالح، جامع الصالح، دولة الصالح، عائلة الصالح هكذا تم اغتزال جمهورية الشعب بالحكم الفردي العائلي وتحويل المعالم الجمهورية والحضارية إلى ذكريات فاقدة الحيوية على صعيد الوعي الشعبي وإطفاء المعالم الصالحية في المجال العام لدرجة طباعة عملة نقدية مخصصة لرسم جامع الصالح عليها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر